ملخص أحداث الحلقة الرقمية والتسعة من مسلسل حيرة واللي بتبدأ بصمر بتتكلم مع فريضة وبتقول لها مين الرجل اللي كان معاكي يا ما تحت السواهي دواهي قالت لها أصدق ايه يعني؟ قالت لها الرجل اللي انا شفته قبل كده كان مع سعاد في المطبخ وقاعدين بيتكلموا وبيتوادودوا يا طرق اللي بتخططي له انت وسعاد؟ قالت لها ما فيش حاجة وانت خلاص بنخفك انك تخصاري جمال خلاص تجننتي؟ عادي الرجل كان جاي في شغل قالت لها شغل؟ شغلي برضو؟ الرجل ده أنا مش مرتحيله أكيد فيه بينكو حاجة الله أعلم بس أنا بقولك ابعدي عني وعن حياتي وعن جمال أما بالنسبة ليه جمال فبييجي وبياخد سمر وبيروح مع بعض وطبعا فريدة بتكون متغزة ومهند واقف بعيد ويشوف جمال وهو وصمر مع بعض بيركبه العربية وبيروح علشان يرقبهم وسهير بتكون مصدومة من اللي سمعته من الدكتورة لما قالت على الموضوع بتاع أمها وقالت إن روايدة أكيد جابت الفلوس من عدنان لأنها سابت كمال وأكيد فيه حاجة في الموضوع بيناهم نلاقي بعد كده إن هند بتخطط مع دكتورة علشان تزبط كل حاجة وبتعمل خطة خبيثة علشان توقع كمال في الجواز وعلشان كمان تصعب عليه ومهند بيروح وبيلاقي جمال قاعد مع صمر في أحد الأماكن وبيسمعهم ويتكلموا ويتحكوا مع بعض وبيقول إزاي حيخونها وإزاي يخون فريدة بالشكل ده بينما بيروح بعد كده كمال علشان يدور على هند سهير بتروح وبتسأل في إدارة المستشفى عن موضوع الفلوس علشان تتطمن والدكتور قال لها إن طالما العملية اتعملت يبقى الفلوس اندفعت أما مهند فكان قاعد ومرائب جمال وصمر وفاكل إن هو بكده بيخون فريدة وسهير بتروح وبتوجه روايدة وبتقول لها جبتي الفلوس منين أنا عرفت إن الفلوس اندفعت وساعتها بتكون مصدومة بينما هند بتخطط لحاجة علشان خاطر كمال يتجوزها وبعد كده جمال بيقوم هو وصمر ومهند وراهم مرائبهم وروايدة بترفض تتكلم وسهير بتقول لها إنها عرفت كل حاجة وأكيد عدنان هو اللي عمل كده علشان خاطر يبعتها عن كمال وإنها لازم تروح وتقول لي كمال كل حاجة لكن ساعت قالت لها إيواعي تقولي فريدة مروحها على البيت واتكعبلت وقعت وبينقذها جمال وبيقول لها تعالي أوصلك معايا على البيت ومهند كان مرائبهم من بعيد ومدخص جدا وملاقي إن كمال بيروح وبيرجع هند كان عندها مشكلة وبتصعب عليه جدا علشان خاطر يتجوزها وجمال بيروح مع فريدة على البيت وبتكون نجلها واجعها وبتكون عاملة الأكل اللي هو بيحبه وبيطلب إن هو يأكل وساعتها قارت له ماشي سخني معاك ونأكل مع بعض وبيشوف صرطه عندها أما بالنسبة لساعت وراه وعرفة بموضوع قطيبة وبتقول له ما تروحش تشتغل معايا يا ابني رد عليه وقول له إنك مش هترجع تشتغل علشان خاطري وسهيل مقررة تروح وتعترف بكل حاجة قدام كمال لكن روايدة بتحاول تمنعها قطيبة بيتصل بوسام وبترد عليه اللي خالس وعده وبتقول له يبعد عن ابني وملاكش دعوة بيه أبدا وملاكش دعوة بحياته ومش هيشتغل معاك في الشغل ده فريدة بتكون قاعدة معا جمال وبياكلوا مع بعض وبييجي بعد كده سهيل وبيقول له أنه كجي عشان ندفع بعض الفواتير يعني مش أكتر وبتقول له فريدة يأكل فبيأخذ الأكل بتاعه بيروح وحنشوف أن الأكل ده هتاكل منه صمر وحتكون مدهئة جدا أن الأكل ده بتاع فريدة أما عن روايدة فبتقول لأختها أيوة أنا طلبت الفلوس من عدنان وبستي يده رجله كمان ارتحتي خلاص قلت لا طيب لازم الكلام ده يعرفه كمان قلت لا لا مش هقول لي كمان حاجة وسعاد بتقول لابنها رد على قطيبة بيقول له أنك مش هتشتغل معها علشان خطري وانت بيتكلم في التليفون ومرائب جمال ولما بيمشي جمال بيروح وراء وسهيل بيكون في البيت وبيلاقي صمر بتاكل من الأكل اللي هو جايبه من عند فريدة ولما بيقولها أن الأكل ده من عند فريدة بتكون مدهئة أو زعلانة جدا وسهيل بيغزها وبيقول أن الأكل ده بيحبها جمال وأنه النهاردة كان قاعد مع فريدة في البيت وكانوا بيأكلوا مع بعضهم الاتنين وطبعا بتكون غيرانة ومدغزة جدا من التصرف ده بينما بيتكلم وسام مع قطيبة وبيقول له مش هرجع أشتغل معك تاني وممت بتقول له أيوة كده ربنا يرضى عليك ما ترجعش أبدا تشتغل معاه أما بالنسبة لمهند فبيلاقي بجمال علشان خاطر يواجه بيئ الموضوع بتاع فريدة كان فاكر أنه هو فعلا بيحبها وهي روايدة بتقول لأختها اوعي تروح تقول للكمال حاجة وكمال قاعد مع هند وبيحاول أن هو يهتم بها أما عن مديحة فبتلاقي سهيل دايما بيتكلم مع سمر وبيضيقها وبتقول له ما تضيقش البنت تاني ويتكلم وقال أن بس الأكل ده بتاع فريدة وأن جمال كان عندها يعني وكان قاعد بيأكل معاه وانت يعرف أنه بيحب الأكل دي جدا سمر بتقوم وبتكون زعلانة ومديحة بتقول لي سهيل بطلت دايق سمر أنت دايما بترخم عليها أما بالنسبة لمهند فبيروح وبيتعارك مع جمال وبيتخانق معاه وبيقوله أنت إزاي تكون فريدة وإزاي تعرف واحدة غيرها وإن هما الاثنين بيمسكوا في خناق بعض ورويدة بتعاية لسهير علشان ما تروحش تقول لي كمان حاجة بينما خناءة جمال ومهند انتهت بأن مهند أخذ ضربة في إدراعه ويراه على طول على المستشفى وكان هما الاثنين في صراع وده حيبقى بداية الصراع بين الاثنين وحنشوف صراعات دايما بين جمال وبين مهند على فريدة في الحلقات الجاية دي الفيديو بيخلص ربي كنا لإعجاب كوفيد كلمنا عن ملخص أحداث الحلقة الرقمية وتسعة من مسلسل حير أشوفك على حير باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر